اهلا بكم مشاهدي ميسات نيوز في جولة اخبارية جديدة نبدأها معكم بأهم العناوي رئاسة الجمهورية تؤكد ان الكنيسة رمز مصري لا يمكن المساس به وان القانون سيأخذ مجرى انتهاء فعليات مسيرة وحدة الصف امام الكاددرائية المرقوسية بالعباسية امس والمطالبة بمحاسبة المسؤولين رئيس الوزراء القطرية الشيخ حمد بن جاسم يعلن دعم بلاده لمصر بثلاثة مليارات دولار اضافية الى حضراتكم تفاصيل النشرة كلف الرئيس محمد مرسي وفدا من رئاسة الجمهورية بزيارة الكاددرائية المرقوسية بالعباسية وذلك للاتمئناني على الوضع ونقل الرسالة واضحة مؤداها ان الكنيسة رمز قبطي مصري لا يمكن المساس به وان القانون سيأخذ مجرى وستكشف التحقيقات عن مطير الشغب ومرتكب اعمال العنف وستتم محاسبتهم مزيد من التفاصيل في التقرير التالي في محاولة لتهديئة الاوضاع زار وفد من رئاسة الجمهورية الكاددرائية المرقوسية بالعباسية للالتقاء بالقيادات الكناسية في محاولة لاحتواء الازمة التي تواجهها مصر بعد الاشتباكات الطائفية التي شهدتها مؤخرا الوفد الرئاسي ضم كلا من عماد عبدالغفور مساعد رئيس الجمهورية لشؤون التواصل المجتمعي وبكينام الشرقاوي مساعد رئيس الجمهورية للشؤون السياسية وأيمن علي مستشار رئيس الجمهورية لشؤون المصريين في الخارج وكان في استقبالهم نيافة الأنبى موسى أسقف الشباب ونيافة الأنبى إرمية الأسقف العام ورئيس المركز الثقافي القبطي الأورثولكسي والقمص صرفيم السورياني والقمص مكاري حبيب والقصة أنجيلوس إسحاق من سكرتريت قداسة البابة ودروس الثاني والقمص سارجيوس سارجيوس وكيل البترياركية والقصة باسيليو الصبحي عضو بيت العائلة المصرية ورفض الوفد الرئاسي التعقيب على أحداث الخصوص والكاتدرائية مؤكدين أنهم يحملون رسالة واضحة من الرئاسة مؤدها أن الكنيسة رمز قبطي مصري لا يمكن المساز به وأن القانون سيأخذ مجرى وستكشف التقيقات عن مثير الشغب ومرتكب أعمال العنف وستتم محاسبتهم الجدير بالذكر أن المجلس الميلي العام للأقباط الأورثولكس كان قد أصدر بيانا حمال في رئيس الدولة والحكومة المسؤولية الكاملة عن الأحداث التي وقعت في محيط الكاتدرائية ومنطقة الخصوص معتبرين أن الاعتداءات الأخيرة أتت نتيجة طراخ الدولة وكل مؤسساتها عن القيام بدورها اتجاه تطبيق القانون على الجميع بدون تفرقة مطالبين بتحقيق مستقل في الأحداث الأخيرة وعلى صعيد متصل أنهى المشاركون في فعليات مسيرة وحدة الصف ودور العبادة خط أحمر وقفتهم الاحتجاجية أمس أمام الكاتدرائية المرقصية بالعباسية للتنديد بأحداث العنف التي شهدها محيط الكاتدرائية وكانت الفعليات قد بدأت بمظاهرة حاشدة أمام مسجد الفتح برمسيس ثم مسيرة إلى مقر الكاتدرائية والتي انتهت بالوقفة الاحتجاجية التي ردد خلالها المتظاهرون هتاف تطالب بحماية دور العبادة ونددوا بما اعتبروه انفلاتا أمنيا وحمل المتظاهرون وزارة الداخلية مسئولية أحداث العنف في محيط الكنيسة مؤكدين أن التقاعس الأمني ساهم في توسيع دائرة الاشتباكات مطالبين بسرعة التحرك العاجل من مؤسسة الرئاسة لوقد أية محاولة لإشعال الفتنة بين المسلمين والأقباط جدير بالذكر أن الفعاليات شارك فيها قرابة عشرين حزبا وحركة سياسية وثورية انتهى مجلس الشورى من الموافقة على مواد مشروع قانون مجلس النواب باستثناء المادة الأولى التي تتعلق بعدد أعضاء المجلس بالإضافة إلى تقسيم الدوائر التي سيبدأ في مناقشتها بعد الانتهاء من مناقشة طلب إعادة المدولة على المادة العاشرة باند ستة والمادة واحد وستين من قانون مباشرة الحقوق السياسية والمادة تلتاشر من قانون مجلس النواب بناء على طلب مقدم من عشرين نائبا مؤكدا أن فيها خطرا جسيما يهدد الوحدة الوطنية والتي تتعلق جميعها باستخدام الشعارات الدينية في الانتخابات أعلن المهندس حسين زكريا فضالي رئيس هيئة السكك الحديدية انتظام حركة قطارات الوجهين القبلي والبحري بالنسبة 80% حيث خرجت جميع رحلات الوجهين بتأخيرات ما بين ساعة إلى ساعتين متوقعا انتظام الحركة تماما على جميع الخطوط خلال الساعات المقبلة مع نهاية التشغيل وقال زكريا أنه تم تشكيل لجنة من قطاع المسافات الطويلة والقصيرة لحصر الخسائر الناجمة عن الإضراب والتي تقدر بتسع ملايين جنيه خلال اليومين من جانبه تعهد دكتور رجب موسى نائب وزير النقل بانتهي أزمة سائق القطارات الواصل إليهم استدعاعات من الجيش لتكليفهم للعمل بالقوات المسلحة اليوم مشيرا إلى أنه لا صحة عما تردد من احتجاز هؤلاء السائقين من قبل القوات المسلحة أصدر دكتور السيد أحمد عبد الخالق رئيس جامعة المنصورة قرارا بتعطيل الدراسة في جميع كليات الجامعة اليوم وغدا على أن تتسنى من القرار الكليات العملية التي تجري امتحانات عملية لبعض فرقها الدراسية حاليا ويأتي القرار كإجراء تحفظي حرصا من الجامعة على الحفاظ على سلامة الطلاب في أعقاب أحداث العنف التي وقعت أمس بين مجموعات من طلاب كلية التجارة وعدد من أعضاء حركة تطلق على نفسها حركة أحرار وتسلل أعضاء الحركة إلى الحرم الجامعي وطالبوا بالقصاص من الدكتورة التي داست بسيارتها على سبيل الخطأ طالبة بكلية رياض الأطفال داخل الحرم الجامعي وهو ما تسبب في وفاتها أعلن الشيخ حمد بن جاثم آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية القطري أن بلاده قررت تقديم دعم إضافي إلى مصر قدره ثلاثة مليارات دولار في صورة سندات أو وديعة من الحكومة القطرية إلى الحكومة المصرية وسيتم العمل خلال الأيام المقبلة بين الجهات المختصة لتنفيذ هذا القرار وقال الشيخ حمد بن جاثم في مؤتمر صحفي مشترك عقده اليوم ودكتور هشام قنديل رئيس مجلس الوزراء بالدوحة عقب جلسة المباحثات المصرية القطرية أن بلاده قررت مساعدة مصر وتزويدها بالغاز الطبيعي لمواجهة العجل في هذا القطاع وبخاصة في فصل الصيف وأضاف أن قطر قررت السماح للشركات المصرية بالعمل في قطر مباشرة ودون الحاجة إلى نظام الكفيل وذلك تقطيرا لمصر في ثلاثة أشياء الشيء الأولاني هو العلاقات وكيفية دعم العلاقات بالصفة خاصة ما بين الدولتين الشقيقتين الموضوع الثاني الاستثمارات القطرية القائمة في مصر وكيفية تفاعلها وتدعمها كما تعلمون الاستثمار القطري في مصر حتى الآن ليس كما يشاع يعني كبير ولكن يعني الترتيب ما بين 18 و20 ترتيب الاستثمار القطري كحجم استثمار للمستثمرين الأجانب في مصر من 18 ل20 فحنا بنريد أن ندفع بالاستثمارات القطرية لمستوى أكثر من ذلك فتفعيل القائم وزيادة الاستثمارات في العديد من المجالات كما ذكرنا في مجالات الصناعة أو في مجالات السياحة أو في مجالات الطاقة أو في مجالات البترول كل هذه المجالات إن شاء الله بتطرح للمستثمرين يتقدم إليها الجانب القطري ونأمل أن تكون هناك استثمارات كبيرة لأن السوق المصري سوق واعدة وعندما يستثمر أحد في مصر ليس يعني يتمتع بإتاحة سوق للسوق المصري وهو 90 مليون ولكن من اكتتيج الاتفاقات الثنائية والإقليمية مع الدول العربية والأفريقية وأوروبا وأمريكا يكون هناك إتاحة للسوق بحجمه 2 مليار فالاستثمار لجميع الدول في مصر هو استثمار واعد فإحنا هذه الزيارة حقيقة بكورة عدة زيارات نقوم بها لعدد من الدول للتشجيع على الاستثمار في مصر هذه الزيارة نجحة إن شاء الله وبنشكر حقيقة الإخوة القطريين على دعمهم المستمر للشعب النصري خاصة ما بعد ثورة يناير وترجم إلى ليس فقط زيارات بين مسؤولين ورجال أعمال ولكن أيضا إلى أعمال على الأرض وأخيرا كما ذكر أعمال على الأرض لصالح الشعب المصري كما ذكر الأخ حمد موضوع أن يكون فيه وديعة إضافية سندات بـ 3 مليار دولار من الجانب القطري للجانب المصري قال أشرف العربي وزير التخطيط والتعاون الدولي إن قطر من أكبر الدول التي سند مصر في الفترة الحالية وأشار العربي إلى أنه حتى هذه اللحظة فإن المفاوضات مع بعثة صندوق النقد الدولي تدور عن 4.8 من المليار دولار ومن الوارد أن يزيد الطلب عن هذا المبلغ وتوقع وزير التخطيط والتعاون الدولي أن يتم الانتهاء من المباحثات من بعثة الفنية لصندوق النقد الدولي خلال أسبوعين مشيرا إلى أن التوصل إلى اتفاق مع البعثة الفنية يعد الخطوة الأهم في المفاوضات مع الصندوق وإلى أخبار البورصة حيث أنهت تعاملتها اليوم على هبوط طفيف لمؤشرها الرئيسي فيما اتجهد غالبية الأسهم الصغيرة والمتوسطة نحو الارتفاع لتستقروا في المنطقة الخضراء نهاية تعاملاتها وعلى صعيد المؤشرات القياسية هبط المؤشر الرئيسي EGX30 بنسبة 0.8 من المئة بالمئة فيما صعد مؤشر EGX20 محدد الأوزان بنسبة 0.62 من المئة بالمئة بينما هبط مؤشر EGX70 للأسهم المتوسطة والصغيرة بنسبة 0.57 من المئة بالمئة وتراجع مؤشر EGX100 الأوزع نطاقا بنسبة 0.32 من المئة بالمئة وإلى العنف في سوريا حيث سقطت قزيفة هون داخل حديقة مبنى السفارة المصرية في دمشق إلا أنها لم تسفر عنها إصابات أو أضرار يذكر أن مقر السفارة المصرية يقع في منطقة كفرسوسة بدمشق ويجاور مبنى وزارة الداخلية السورية وقد تعرض المبنى لبعض التلفيات خلال الانفجار الذي شهدته وزارة الداخلية شهر ديسمبر الماضي وتم تجميد العمل بمقر السفارة المصرية منذ فترة مؤقتا وتم افتتاح فرع لخدمة الرعاية المصريين في سوريا بأحد الفنادق دمشق وميدانيا أفادت لجان التنسيق السورية بمقتل خمسة وستين شخصا بنيران قوات الأمن اليوم معظمهم بدمشق وريفها وفي سياق متصل يلتقي وزاراء خارجية عدد من دول مجموعة الثماني بينهم الأمريكي جون كيري يلتقون المعارضة السورية في لندن قبل اجتماع الخميس للدول الصناعية الكبرى والذي ستهم عليه الأزمة السورية إلى جانب الملف النووي الإيراني وملف كوريا الشمالية ومن المتوقع أن يجدد رئيس الحكومة السورية المؤقتة غسان هيتو ونائب رئيس الائتلاف الوطني السوري جورج صبرا وسهير الأتاسي طلب المعارضة السورية إمدادها بالأسلحة للإطاحة بنظام الرئيس بشاري الأسد وأعلن كيري الذي وصل إلى لندن أمس أن الوزراء سيبحثون مختلف السبل للتأثير على حسابات الرئيس الأسد بشأن الاتجاه الذي يسير فيه الوضع على ساحة المعركة ومن جانبه أكد وزير الخارجية البريطاني ويليام هيج ضرورة التوصل إلى حل سياسي ودبلوماسي ينهي الأزمة السورية وصفنا الوضع في سوريا بأنه أكبر كارثة إنسانية في القرن الحادي والعشرين ودع هيج إلى تحرك دولي فاعل لمعالجة الأزمة السورية مؤكد أن بلاده وفرنسا متفقتان على ضرورة التحرك لإنهاء العنف في سوريا رغما عن قلة الخيارات المتاحة وفق تعبيره وأعلن هيج معلقا على جدوى الأعمال اجتماع مجموعة الثماني إن الأولوية على جدوى الأعمالنا ستكون الوضع في سوريا وسيكون هذا أول موضوع سنناقشه أعلنت السلطات الإيرانية أن زلزالا بلغت قوته ست درجات فاصل ثلاثة بمقياس ريختر تسبب في مقتل سبعة وثلاثين شخصا على الأقل وإصابة ثماني مائة وخمسين آخرين جنوب غربي البلاد بالإضافة إلى تدمير نحو ثماني مائة منزل ووقع الزلزال في منطقة قريبة من مدينة بوشهر الإيرانية التي تقع فيها محطة الطاقة النووية الوحيدة في البلاد يأتي هذا فيما أكد مسؤول في البرنامج النووي الإيراني أن محطة بوشهر لم تتدر وأنهت فرق الإنقاذ مهمات البحث والإغاثة في المنطقة حيث أعلن رئيس الهلال الأحمر الإيراني أن عشرين ناجيا كانوا عالقين تحت الأنقاذ تم إسعافهم وإلى الملف الكوري النووي حيث قال ودير الخارجية الكوري الجنوبي يون بيونغ سي إن حكومته طلبت مساعدة الصين وروسيا في احتواء أزمة كوريا الشمالية ومنعها من القيام باستفزازات عسكرية وسط تصاعد حدة التوتر في شبه الجزيرة الكورية ونقلت وكالة أنباء يونهاب الكوريا الجنوبية عن الوزير يون قوله أنه من خلال التعاون والتنصيق مع بكين وموسكو ستواصل الحكومة الكورية بذل مساعيها لإقناع بيونغ يونغ بتغيير موقفها الراهن هذا وقد نصبت كوريا الشمالية صاروخا باليستيا متوسط المدى على ساحلها الشرقي حيث تستعد لإطلاقه في أي وقت فجر مخربون مجهولون اليوم خط أنابيب للغاز الطبيعي في مدينة جعفة رباد بإقليم بلوشستان جنوبي غربي باكستان وهو ما تسبب في إلحاق أضرار مادية واشتعال النيران بخط أنابيب وأكد المسؤولون في شركة الغاز أن مجهولين نسفوا خط الأنابيب الممتد من مدينة سوي بلوشستان إلى مدينة كراتشي جنوبا ولكن تمت استعادة إمدادات الغاز إلى كراتشي من خلال خطي أنابيب بديلين يذكر أن نفس خط الأنابيب هجم قبل يومين وطم إصلاحه واستعادة إمدادات الغاز قبل ساعات من تعرضه للهجوم مرة أخرى وتفجيره وإلى أخبارنا الرياضية يغادر مطار القاهرة الدولي اليوم العمر فاروق وزير الرياضة والوفد المرافقة له إلى اسطنبول لتوقيع بروتوكول تعاون بين البلدين في المجال الرياضي ويشمل البروتوكول تبادل الخبرات وإقامة مباريات ودية بين المنتخبات بمختلف أعمارها وذلك تلبية لدعوة من وزارة الرياضة التركية ومن المقرر أن يزور العمر اتحاد كرة القدم التركي وعددا من الأندية للاستفادة من الأشياء المميزة في تركيا والاستعانة بخبراتهم سواء عن طريق الدورات التدريبية أو ضخ استثمارات في مصر بالمجال الرياضي خاصة ترجمة نانسي قنقر وإلى النشرة الجوية والتي نستعرض من خلالها أحوال التقس غدا كما يتوقعها خبراء الأرصاد الجوية حيث يستمر التقس لطيفا على السواحل الشمالية معتدلا على باقي الأنحاء نهارا باردا ليلا وتظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على شمال البلاد وسيناء متكاثرة كما تقل الرؤية في الشبورة المائية صباحا على الوجه البحري والقاهرة ومدن القناة والرياح أغلبها شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة تنشط على خليج السويس والبحر الأحمر وتؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية وإلى حضراتكم بيانهم بدرجات الحرارة الصغرى المتوقعة الليلة والعظمى غدا القاهرة 14-25 وادي النطرون 11-24 الإسكندرية 15-22 مطروح 14-21 طنطة 14-25 المنصورة 12-28 دميات 15-22 كورسعيد 15-22 الإسماعيلية 11-25 السويس 12-25 سانت كاترين 6-19 شرم الشيخ 18-29 الغرداء 17-28 المينيا 13-26 السيوت 12-26 سهاج 13-27 قنع 14-28 الأقصر 15-29 وأخيراً أسوان الصغرى 17 والعظمى 29 مشاهدين الكرام إلى هنا نكون قد وصلنا إلى نهاية جولتنا الإخبارية مشكركم وإلى اللقاء شكراً للمشاهدة